هذه القضية المعقدة والناس دفعت ثمنها كثير لكن هي ببساطة لماذا يعتمد الإسم الثلاثي بدان ما يعتمد الإسم الرباعي وإسم الأم؟ وينتهي الأمر ولكن هناك أمر متعمد لهذا الاستهداف لأنه من مكون معين ومن مدينة معينة ومن جهة معينة فلا يبالي الإسم المتشابه يدهب 4-5-10 في السجون ثم يتبيني الإسم المتشابه طيبين الحاسبة وجميع ويات حوال مدنية في العراقية تحمل إسم الأم شيء اسم الأم وتعرف الحقيقة ولكن هناك قضية متحمدة في إدلال الناس وأسماء العراقين بصورة عامة هي متشابهة وهذه المشكلة دفعت منها الناس كثير لهذا السبب أنه من كان حريصا على متابعة الجنات من خلال إسم الأم والإسم الرباعي وتنتهي المشكلة لا يمكن أنه أنت كلما تذهب إلى سيطرة وإسمك الثلاثي في اجتباه تدخل في دوامة الاعتقال والتوقيف وأربع خمسة أشهر ثم تثبت أنك أنت بريء من هذه التهمة هذه حقيقة عشرات مئات المواطنين العراقين أن استطعت إثبات ذلك أن استطعت إثبات ذلك بينما هي قضية إجرائية بسيطة جدا من هو متهم من خلال أيضا اسم الأم والإسم الرباعي وهي خلص العراقين من هذه الآفة أنا سمعت التقرير أنه عضو مجلس محافظة نينوة يتكلم على أنه لا يمكن اعتماد فقط الإسم الثلاثي هذا معناه المعاناة وصلت إلى درجة عالية من الناس بسبب تشابه أسمه ورئيس مجلس محافظة نينوة عانى من هذه القضية وإسمه في تشابه أيضا لهذا السبب نقول أنه اعتماد اسم الأم أيضا تنتهي لا يمكن في العراقين واحد متشابه أسمه الأربعة واسم الأم الثلاثي متشابه هذا إجراء بسيط جدا لكن لماذا لا يعمل به؟ لأن هذا الإجراء هو ضد مكون محدد ومدينة محددة حقيقة الطائفية هو هذا السبب